بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله حيكم الله مع درس جديد من دروس شرحي رواية ورش المطريق الشاطبي وقفنا عند قوله تعالى ولقد أرسلنا رسولا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسولنا ياتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هناك المبطلون ولقد أرسلنا نقل حركة همزة إلى الساكنة قبلها لرسولنا نقل حركة همزة إلى الساكنة قبلها أياتي إبدال همزة حرف مد بآية بدل في الأوجود ثلاثة معروفة بآية إلا بإذن نقل حركة همزة إلى الساكنة قبلها فإذا جاء مد متصر في الإشباع فإذا جاء أمر الله همزتان من كلمتان متفقاتنا في الحركة متفقاتنا بالفتح الأولى محققة والثانية لنفى وجهان إما إبدالها بمقدار ستحركات أو تسهلها بين بين خسراء وخسراء راء مفتوحة قبلها كسر ترقق الراء الله الذي جعل لكم لنعام لتركبوا منها ومنها تاكلون لنعام نقل حركة همزة إلى الساكنة قبلها تاكلون إبدال لمزة حرف مد ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون ويريكم آياته صرة من الجمع وهو من قبيل المد من فصل في الإشباع آياته بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة كذلك آيات بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة تنكرون راء مضوما قبلها كسر ترققوا الراء فعلى قصر بدل في الموضعين لنفي تنكرون ثلاثة الإسكان وعلى التوسط لبدل التوسط في العارض مع الإشباع وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم أشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون يسير راء مضوما قبل ساكينة ترققوا الراء في الأرض نقل حركة claro الساكنية قبلها كانوا أكثر مدن فصل في الإشباع وآثارا بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة في الأرض نقل حركة لمزر للساكنية قبلها فما أغنى مدن فصل في الإشباع أغنى من ذوت الياع في فتحة وتقليل وجهان فعلى القصر في البدل وآثارا في ذات الياع أغنى الفتح ولنا في العارض يكسبون ثلاثة الإسكان نعطف التوسط البدل على التقليل في ذات الياء على التوسط الإشباع في العارض ثم نعطف الإشباع في البدل على الفتح في ذات الياء على الإشباع في العارض ثم نعطف التقليل في ذات الياء على الإشباع في العارض فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستازئون جاءتهم هذا ما تمتصر في الإشباع يستازئون طبعا بدل ولكن معه عارض للسكون يعني في الوقف نقف بالعارض بالقصر والتوصل الإشباع وإذا وصلنا كذلك يستازئون فلما رأوا يكون حينها بدل فتكون في كذلك الأوجود ثلاثة معروفة طبعا نتبئ إلى رسولهم حتى تستكان السين أربع حروف مضموة متتابعة نتبئ إلى الحاء من وحاق حتى تفخم الحاء فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين بأسنا طبعا لا يبدل في الهمز قالوا آمنا قالوا مد من فصل في الإشباع آمنا بدل في الأوجود الثلاثة المعروفة فعلى قصر بدل في آمنا لنا في مشركين ثلاثة الإسكان وعلى توسط البدل التوسط الإشباع في العارض وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض فلم يقو ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هناك الكافرون ينفعهم إيمانهم سرة من الجمع وهو من قبيل مد من فصل إيمانهم بدل في الأوجود الثلاثة المعروفة سنة سنقف عليه بالتاء المبسوطة لأنها كذا رسمت وخسر راء مفتوحة قبلها كسر تلققه الراء الكافرون كذلك راء مضمومة قبلها كسر تلققه الراء فعلى القصر في إيمانهم لنا في الكافرون ثلاثة الإسكان وعلى توسط البدل توسط إشباع في العارض وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض بهذا نكون أنهينا سورة غافر والسورة الموارية هي سورة فصلة طبعا بين السورتين للأزرق ثلاثة أوجه السكت والبسملة والوصل فوجه السكت وخسر هنالك الكافرون حاميم وجه البسملة وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم ووجه الوصل وخسر هنالك الكافرون حاميم طبعا إذا شئنا أن نصل من فلم يكن ينفعهم إلى حاميم طبعا على وجه السكت ثلاثة البدل وعلى وجه البسملة كذلك ثلاثة البدل وعلى وجه الوصل ثلاثة البدل لكن في السكت يجوز لنا إن قرأنا بالقصر في البدل أن نقف على الكافرون بثلاثة العارض وكذلك على التوسط أن نقف على العارض بالتوسط الإشباع وكذلك في وجه الإشباع في البدل أن نقف الإشباع في العارض وعلى كل واحد من هذه الأوجه نأتي ب حاميم حاميم في أول صورة فصلت ونفسها على وجه البسملة لكن في وجه الوصل ليس لنا إلا فقط ثلاثة أوجه هي ثلاثة البدل ثم نصل بحاميم طبعا تطبيق هذه الأوجه قد طبقناها في مصحف الأزرق الذي سجلت لمن أراد معرفة هذه الأوجه تطبيقيا هذا ما فتح الله علينا عز وجل فهذا الوجه هو الله أعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته